السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني قبل ما ابدأوا فيديو تانها اليوم ما تنسوش تسلموا لرسول الله لأفضل الصلاوات اللي ان شاء الله اجب لكم وصفة رمضانية اللي هي طاجين البي طريقة سهلة وبسيطة يجي بزاف بنين وشكله بزاف رقي ايضا اللي هنا حبيت ان ذكركم بالانستغرام تعيي ما تنسوش تدعموني فيه وتشتركوا فيه وتابونيوا فيه وان شاء الله رحبا خليكم فيه بزاف وصفاته رحبا خليكم مرة بتاعه في صندوق لوس نبدأوا على بركة الله اللي هنا مع الطبقة الاولى او طبقة ثانية كما تحبوا بالنسبة لترتيب تاع طبقات لكم الاختيار عندي نصف صدر دجاج اشيتوا في اعنا شوار وجبت ايضا نصف ملعاقة تاع موطارد نصف ملعاقة تاع هريسة ودرت ايضا توابل انتاع شوارما وشوية تعمل حنتا وما عندكمش توابل شوارما تقدروا زنجابيل شوية تاع الفلفل لكحل شوية كسبر شوية كمون شوية تاع الكوركم المهم توابل انتاع الدجاج نخلطهم كم المعبض وبعدها نحكمو نصف حبات عبسة نقطة حاموربعات صغيرة ونزيد لهذه السنة تنتاع الثوم ونجيبوا مقل ندروا فيها شوية تاع الزيت ونحطوا هذه البصلة والثوم حتى تذبال بعد ما تذبالنا هذه البصلة راح نحطوا هذه الخالي تاع الدجاج كما قلتكم انا ندر التوابل انتاع الشوارما يعني يوجدين تقدروا انتما تدروا التوابل اللي موجودة عندكم في الضار يعني تخدموها انتما اذن هذه نخليها طيب ونروحو نخدموها حاجة اخرى بالنسبة لهنا للباطاطا بالنسبة للباطاطا هي الطبقة الاولى اللي اخدمتها في طاشين البي والتاع الدجاج هي طبقة ثانية ولكن ما يهمش الترتيبات تحبو دلوا الدجاج الاول باطاطا الثانية كما تحبوه عندنا حوالي تحبات انتاع الباطاطا قطعتهم مربعات صغيرة ومبعد طيبتهم في المقلة طبيعة لحال قليت الباطاطا هذيك ومبعدها زوج حبات انتاع البيض دلتهم حوالي اربع فنجال او نص فنجال نص فنجال تاع الكرام فراش استعملت له ماتر ودلتها شوية تاع الملح خلطتها مليح بالفرشيطة ومبعد ضفتها الى هذيك الباطاطا تقدروا دلوا البيض وحده ولكن باش تزكي وهذاك الخالط انتاع البيض لازم دلوله شوية تاع الكرام فراش بعد ما خلطتو نجيبول هنا سارسو انه السارسو المقاس تاعه او القطرة او راهو عشرين سنتيماتر دلت له الاليمينيوم وزدلت له قاعدة بالورقة الطهي باش تجي كما نقولو احنا يا مليحة ونحاول نعدلها بالملعقة بهذا الشكل يعني باش من الاحسن دلوا طبقة الاولى هي تاع الباطاطا باش تحكملكم احسن من ودجيكم ايضا باهيان بعدها ومن بعد الهنا بالنسبة بعد ما اهدلتها بالملعقة جبت فرماج رابي تقدروا دلوا انتوما الفرماج هذك تاع البورغر هذك المربع تقدروا دلوا فرماج بورسيون تقدروا يعني مل احسن مل احسن تدلوا فرماج رابي هذا هي من بعد الهنا بالنسبة لدجيزك بعد ما طعب كما قمت شوفو انا حطيت ويطيب في المقلة ونخلط بالفرشيطة بالفرشيطة حتى ارحيته يعني ما قاعد ليش كتلة واحدة ايضا 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 احبت انتع البيض تلقيم شوية تاع الملح ودتلم ايضا لها كرم فرش حوالي نصف انجل انتع لها كرم فرش دائما انا استعمل لاماتر لانه رخيصة وايضا تصلح للملح عادي وانتوما اي كرم فرش كانت عندكم صومام ولا هوبلا ولا اي واحدة المهم تصلح للملح نورمال ديروها ما يهمش من بعد نضيفو هذك الخالد كما قلتكم الهنا كرم فرش اراني فقط باش نزكي بها الخالد تقدروا تديرو البيض وحده ولكن لازم تزيدو تديرو ثث حبت انتع البيض ولا ربعة ولكن لا كرم فرش ايضا رح تزيت تعطيها بالنو ونخلطو اللي هنا مكوبنات مع بعض حتى ان يسجمو ومن بعد نديروها كطبقة ثانية كما قلتكم فرماج رابي هذك تقدروا تستغنوا عليه من بعد الهنا كما قلتكم نمشيوها بهذه الطريقة نسويوها ايضا مليح بالملعقة باش تجينا طبقة مستوية وتجي طبقة كما نقولو حكمة روحة ومن بعدها ننحوها او نديمو ليو الطاجين البيت عنا يجي مليح من بعد الروحول هنا الطبقة الثلاثة والاخيرة اللي هي كريمة الجبن اللي هنا بالنسبة لك كريمة الجبن تقدروا تديرو فرماج باتنا تشيز وحده يعني تنحيل هنا حوالي ثلث ملاعقتها اكلي يكونوا كبار وتخلطي مليح بالفوي حتى نتليسنة وتصبح عندكم كريمة واذا انتم ما خفتوا واللم على بايش خفتوا وما تصلح لكم مش ولا خفتوا تخسر لكم الطاجين تعاكم تحكموا تضيفولوا شوية على كرام فراش كما استعملت هنا وكما قلتكم انا استعملت في الوصفة على كرام فراش لا ماتر راي فقط 9000 فرنك في المحلات او في السوبيرات وما نش نديلها في بيبلي سيتي باش نتفهموا تقدر تدري صومة مهوبلة واش كان عندك في الدار نخلطوا جيدا حتى نتحصلوا على قاوم كريمي ولكن نخليوا يكون ثقيل واللي هنا ايضا عندي بايض بيضة اللي هنا وشي خدمة لبيضة هي انه تحكم الكريمة بعدك انطيبوها راح تجمد لنا هذيك الكريمة كوما ما دروش بايض البيضة راهو مهوش راح يحكم لكم بعدك يديمو ليو هذك طاجين الجبن او طاجين البيت يعاكم عفوا راح للطبقة هذيك الثالثة راح تولي كامل تسح لكم على الجوانب يعني بايض البيضة اللي هنا راح تحكم لكم هذيك الكريمة وتخليها بعدها سرتوك يتبرد طبيعة الحال لازم تخليوا طاجين البيت عاكم يبرد باش تديمو ليوها لانا بعد ما خلطناها ولا تعلنا ليس خلطنا هذيك المكوينة كامل مع بعض نجيبو ندروها كطبقة فوق هذيك الطبقة الثانية انتع الدجاج بالحدي الان نراني مازال ما طيب توالو ونسويوها بهذا الطريقة ونبعد نشالوا الفرن على 180 درجة نسخنوهم ليح ونفوتوا البلاطعنا للفرن كي نحسوا انها مرت عليها نصف ساعة ونحسوا باللي راح يطابت المل تحتوه لانو راح يخرجو لكم شوية تاع البيض راح تشوفوها باللي طابت سايبو نشالوها بالفوق حتى نتاخد لون ذهابي بهذا الطريقة ورح نرجع لكم اذن هنا بعد ما طابت ديموليتها نحيتها خليتها بردت شوية وبعدا نحولها ذاك الاليمينيوم والورق الطاهية ذاكراه بكل سهولة تنحى لانتقدروا تديروا صحن مسطح جوست تزربو تنحيو هذك الطاجين انا درتها في هذا الصحن المهم تملكم الاختيار راح نقسمها لكم وقدمتها لكم انا لنا مع مرق ابيض تعلي شامبينيون تقدروا تديروها وحدها تديرو مرق بالزيتون كي ما تحبوا لكم الاختيار اذن هذه الوصفة تنهى اليوم نتمنى انهاتنا الاعجابكم اذا عشتكم لا فيديو تنهى اليوم معليكم انا تكثروا ليوم اللي جام تكومونتوا لي اسفل الله فيديو اذا عشتكم قناتي معليكم انا دلوا اشترك ولا ابنوا ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد انتاعي ما بقى علي اقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش دعموني في التيك توك في الانستغرام راح اخليكم الرابط تحوم في صندوق الوصف ايضا اي وصفة طبقتها ابعثولي الصور في القروب اللي راح اخليه لكم او الرابط المجموع عليه راح اخليه في صندوق الوصف الله وفير واحكم تلقوا في عدد اخر سلام اشتركوا في القناة